موسيقى رئيس عبدالفتاح السيسي يشهد استفافة معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا مع تواصل عمليات البحث عن ألاف المفقودين الشرق الليبي يشهد عمليات نزوح كبيرة والضحايا يتجاوزون 5300 وفاة باستثمارات مليار دولار مدبولي يوافق على إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مسطحات الصلب وذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي والتصدير للخارج الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشرة بتوقيت جرينيش نشرة إخبارية تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم شهد الرئيس عبدالفتح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة استفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا وكان الرئيس السيسي قد وجه بتقديم جميع أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية كما أعلن الحداد ثلاثة أيام تضامنا مع الأشقاء في المغرب وليبيا تتوصل لليوم الثالث على توالي عمليات البحث عن آلاف المفقودين في الشرق الليبي وذلك عقب الإعصار دانيال الذي ضرب المنطقة حيث أعلنت السلطات الليبية وفاة خمسة ألاف وثلاثمائة شخص على الأقل بينما يتواصل جسر جوي من المساعدات الدولية إلى ليبيا أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص عشرة ملايين دولار لدعم المتضررين كارثة واسعة النطاق ألمت بليبيا لا سيما في مدينة درنة التي تواصل حصر أعداد الضحايا من الوفيات والمصابين وباتت شبه مدمرة بفعل الفيضانات الناجمة عن الإعصار دانيال الإعصار المدمر دانيال زاد من وطأته انفجار سدود المياه في درنة بعد أن ضرب المدينة لتتدفق المياه في المنطقة بكاملها جارفة معها الأبنية وكل من بداخلها إلى حد إعلان اتحاد جمعيات الهلال الأحمر والصريب الأحمر عن فقدان ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص وهو ضعف العدد الذي أعلنت عنه أجهزة الطواري المحلية بشأن المفقودين ووسط حالة من عدم اليقين بشأن أعداد الضحايا بسبب استمرار محاولات تنفيذ عمليات الإنقاذ ودعم المناطق المنكوبة بما تحتاجه من مؤن ومعدات تزداد الأوضاع في درنة مأساوية مع تسبب استجول في انهيار معظم الجسور الرئيسية وهو ما زاد من صعوبة الوصول للمدينة الواقعة بين عدد من التلال وفيما يتفاقم القلق الدولي حيان الكارثة قدمت دول عدة مساعدات عاجلة إلى ليبيا وكانت مصر في المقدمة إذ أرسلت ثلاث طائرات نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الخيام وأطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر وإضافة إلى مصر يتواصل جسر جوي من المساعدات من دول أخرى من بينها الجزائر وتونس وقطر وتركيا وإيطاليا وفرنسا بينما أعلنت الأمم المتحدة تخصيص عشرة ملايين دولار لدعم متضرر الفيضانات في ليبيا أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا أن ما لا يقل عن ثلاثين ألف شخص نزحوا من ذرن المدينة الأكثر تضرورا من الإعصار دانيال وأضافت المنظمة أن العدد المعروف للنازحين في مناطق أخرى ضربها الإعصار لما في ذلك بنغازي هو ستة ألاف وخمسة وثمانون شخصا مشيرة إلى قيامها بالتعاون مع شركائها بتجهيز المواد الغذائية والأدوية ومعدات البحث والإنقاذ لمساعدة المناطق المتضررة من جانبي أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتارش حزنه العميق إزاء التأثير الشديد للعصفة دانيال والفيضانات التي نجمت عنها في الأجزاء الشرقية من ليبيا قال جوتارش أن الأمم المتحدة تعمل مع شركاء المحليين والوطنيين والدوليين لإيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل إلى المناطق المتضررة أشهد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله بتكتف المؤسسات المحلية من جميع المناطق الليبية للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات التي اكتاحت شرق البلاد وفي رسالة عزاء ومواسى ومساندة للشعب الليبي أعرب المبعوث الأممي عن حزنه العميق بسبب الآثار الكارثية للعصفة المدمرة دانيال على شرق ليبيا مقدما أحرى تعازي لأسر مئات الضحايا الذين فقدوا أرواحهم ولألاف الجرحة والمفقودين مشيدا أيضا بجهود فرق الإنقاذ ومشددا على حاجة سكان المناطق المتضررة إلى كل أنواع المساعدة ارتفى عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من المدن المغربية إلى أكثر من 2900 حالة وفا إضافة إلى 5530 حالة إصابة يأتي ذلك في منضمت فرق إنقاذ من عدة دول لجهود البحث المغربية عن الناجين من الزلزال الذي وقع في منطقة جبال الأطلس الكبير وبلغت قوته نحو سبع درجات على مقياس رختر أعرب عدد من المتطوعين لمساعدة المنكبين على إثر زلزال المدمر في المغرب عن استعدادهم للاستمرار في تقديم مختلف الخدمات للمتضررين وشدد المتطوعون على ضرورة تقديم خدمات عاقلة للمتضررين من بينها إجراء العمليات وتوفير الأدوية التي يحتاجونها فضلا عن تقديم الدعم النفسي بعد كارثة الزلزال في هذه المحنة التي يتجاوزها المغرب نحاول أن نشارك بفرق طبية متطوعة تذهب إلى الميدان وترى مدى استعجال بعض الحالات ربما تستدعي أن تنقل إلى المستشفى أو احتياج في الأدوية أو احتياج خصوصا للدعم النفسي كان واحد كثير من الأمل إلا هدرت مع الساكين كان كثير من الأمل الأطفال يضحكوا ويحاولوا لأنهم ينسوا فهو هم اللي يعطونا الأمل يعني احتياجنا يلقى رأسنا الحزن نقصنا نحولوه العمل ونحولوه كيفاش نقدروا نعاونوهما ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض مشروع إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مسطحات الصلب وذلك بالتعاون مع إحدى شركات العالمية باستثمارات تبلغ مليار دولار يهدف هذا المشروع الذي تمت الموافقة عليه إلى تعميق التصنيع المحلي وتصدير للخارج وتبلغ مساحة المشروع واحد ونصف مليون متر مربع بحجم استثمارات مليار دولار يتم ضخها على مرحلتين فيما ستكون باكورة الإنتاج من 18 إلى 24 شهرا كما سيوفر هذا المشروع أيضا 6500 فرصة عمل منها 2000 فرصة عمل مباشرة و 4500 فرصة عمل غير مباشرة سينتج هذا المشروع مصطحات الصلب بأبعاد لم يسبق إنتاجها محليا وهو ما يحقق ميزة تنافسية استقبال وزير الخارجية سيمح شكري دكتورة أفنان شعيب المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامية حيث شدد شكري على دعم مصر لجميع الجهود التي تهدف إلى زيادة كفاءة وفاعلية المنظمة وإكسابها القوى اللازمة للنهوض بالمرأة وتعزيز انخراطها مع نظيراتها على المستويات الإقليمية والدولية لإسراء نشاطها كما جدد دعوته لدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للانضمام إلى منظمة تنمية المرأة والاستفادة من جميع برامجها وأنشطتها في مجال تمكين المرأة أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كلافرلي على ثبات موقف المملكة المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة دون أي تغيير خلال اجتماع له مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية شدد كلافرلي على التزام بلاده بحل دولتين على أساس حدود عام 67 معربا عن تخوفه بشأن عدم الاستقرار في الضفة الغربية لسيما في سياق التواغلات الإسرائيلية المتزايدة وتصاعد عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين أكدت المنظمة الدولية للهجرة ارتفاع عدد النزحين من السودان إلى أكثر من خمسة ملايين وربع المليون سودانية وأوضحت المنظمة أن أكثر من أربعة ملايين سوداني نزحوا داخليا من مناطق الاشتباكات إلى مناطق أخرى داخل السودان كما أكدت المنظمة أن أكثر من مليون سوداني نزحوا عبر الحدود إلى دول الجوار أعلن المجلس العسكري في النايجر أنه سي ينهي اتفاقية عسكرية مع دولة بنين اتهم المجلس العسكري بنين بالسماح بنشر قوات على أراضيها استعدادا لتدخل عسكري محتمل ضد النايجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس وأضاف المجلس العسكري أنه نتيجة لذلك قررت السلطات تخلي عن اتفاقية التعاون العسكري مع بنين وحول تطورات الأزمة الأوكرانية أكدت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندولاين قيام أوكرانيا بما قالت إنه خطوات كبيرة في مسعاها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وبينما تضغط كييف لإطلاق محدثات العضوية هذا العام قالت فوندولاين خلال خطابها السنوي أمام النواب بشأن حالة الاتحاد الأوروبي إن مستقبل أوكرانيا يكمن في التكتل لافتة إلى ضرورة التفكير في الطريقة التي يتم من خلالها الاستعداد لتشكيل اتحاد الأوروبي أكثر اكتملا أعلنت وزارة الدفاع الروسية تضرور سفينتين تخضعون لأعمال تصليح إثر هجوم صاروخي أوكراني على حوض صفن في سيفاستفولبش به جزيرة القر أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن كييف شنت هجوما بعشرة صواريخ كروز على منشأة لتصليح السفن ما أسفر عن اندلاع حريق وإصابة نحو 24 شخصا مشيرة إلى أن أوكرانيا حاولت تشن هجوم بثلاثة زوارق مسيرة على مجموعة سفن تابعة لأسطول البحر الأسود وأكدت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي قد أسقطت سبعة صواريخ كروز فيما دمرت سفينة الدورية جميع الزوارق الأوكرانية المسيرة في المقابل أكد الجيش الأوكراني أنه نجح في ضرب أهداف بحرية والبنية التحتية لموانئ في خليج سيفاستبال وأوضح مسؤول في المخابرات العسكرية الأوكرانية كذلك تعرض سفينة إنزال روسية كبيرة وغواصة لأضرار جرأ هذا الهجوم قالت القوات الجوية الأوكرانية أن أنظمة الدفاع الجوي قد دمرت 32 من أصل 44 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا وأضاف صلاح الجو أن الهدف الرئيسي للهجوم كان الأجزاء الجنوبية من منطقة أوديسا واستهداف البنية التحتية لموانئ المنطقة أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن قواتها دمرت ما بين 80 إلى 120 محطة حرب إلكترونية روسية منذ أن شنت روسيا عماليتها العسكرية في فبراير من عام 2022 من جهته أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا أن ما لا يقل عن ستة أشخاص أصيبوا وتضررت البنية التحتية المدنية في هجوم روسي بطائرات بدون طيار على جنوب منطقة أوديسا وعود إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث شهد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة استفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا كما تقدم الرئيس السيسي بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا جراء الإعصار والفيضانات ووجه الرئيس السيسي بتوفير أعانات عاجلة لأسر الضحايا كما وجه رئيس السيسي الشكر لأجهزة الدولة لا سيما القوات المسلحة على الجهود الدؤوبة وصرعة التنصيق مع الأشقاء في ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم في هذه المحنة الأليمة اشتركوا في القناة الروسي إلى 527 مليون طن هذا العام من 535 مليون في عام 2022 وأضاف شوغينوفانه من المتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز الطبيعي إلى 642 مليار متر مكعب في عام 2023 من 672 مليار متر مكعب في عام 2022 أكدت وكالة طاقة الدولية أن تمديد تخفيضات الإمداد من الإمدادات من جانب أوباك بلاس حتى نهاية عام 2023 سيتسبب في عجز كبير في السوق وذلك خلال الربع الرابع مع الإبقاء على تقديراتها لنمو الطلب خلال العامين الجاري والمقبل أوضحت وكالة الطاقة أن مخزونات النفط العالمية المرصودة قد انخفضت 76.3 مليون برميل إلى أدنى مستوى في 13 شهرا وذلك في أغسطس الماضي وأشارت إلى أن تمديد السعودية وروسيا لتخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية العام سيتسبب في عجز كبير في السوق لافتة إلى أن وقف تخفيضات أوباك بلاس في مستهل عام 2024 سيحول توازن النفط إلى فائض فضلا عن الانخفاض الشديد في المخزونات أعلن مكتب الأحصاء الأمريكي أن التضخم تسبب في تراجع الدخل الحقيقي بنسبة 2.3% وأوضح مكتب الإحصاء الأمريكي أن معدلات الفقر بالولايات المتحدة في تزايد خاصة مع وقف المساعدات الحكومية التي تم تقديمها خلال فترة جائحة كورونا في وقت يصدم فيه العالم بأزمة اقتصادية كبيرة أعلن مكتب الإحصاء الأمريكي تسبب التضخم في تراجع الدخل الحقيقي بنسبة 2.3% في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2022 على الرغم من رفع الأجور مشيرا إلى تزايد الفقر مع وقف المساعدات الحكومية التي تم تقديمها خلال فترة جائحة كورونا قالت ليانا فوكس مسؤولة مكتب الإحصاء الأمريكي إن التضخم المرتفع تاريخيا في البلاد أدى إلى تراجع مستوى دخل الأسرى الحقيقي والذي بلغ نحو 48 ألف دولار سنوي فيما ظل معدل الفقر الرسمي مستقر مقارنة بالعام الماضي عند 11.5% أو 37.9 مليون شخص يعيشون بأقل من 14.880 دولار سنويا ومن خلال مقياس آخر نشره مكتب الإحصاء يتضمن تعديل الدخل والذي يعتبر الشخص دونه فقير فإن الأسرى المكونة من أربعة أفراد وتستأجر منزلا يجب عليها أن تحصل على دخل سنوي لا يقل عن 34.518 دولار كي لا تعيش في الفقر وفقا لهذا المقياس فقد ارتفع معدل الفقر في الولايات المتحدة لأول مرة منذ عام 2010 حيث زاد من 7.8% إلى 12.4% ما بين عامي 2021 و2022 كما تضعف معدل الفقر لدى الأطفال مرتفعا إلى 12.4% في حين كان 5.2% في عام 2021 في أدنى مستوى تاريخي انخفض معدل التضخم السنوي في المتاجر الكبرى البريطانية لشهر السادس على التوالي وصل معدل التضخم إلى 12.2% في الأسابيع الأربعة الأخيرة حتى شهر سبتمبر الجاري تحديات عدة تواجهها المملكة المتحدة على الرغم من تباطئ التضخم في أسعار البقالة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام لكنه لا يزال مرتفعا ولا يزال معظم مستالكين يشعرون بالقلق بشأن ارتفاع الأسعار فقد انخفض معدل التضخم السنوي في المتاجر الكبرى للشهر السادس على التوالي حتى وصل إلى 12.2% في الأسابيع الأربعة حتى شهر سبتمبر الحالي وفقا لأحدث البيانات الصادرة لمحللين وأشرت صحيفة الجارديان البريطانية إلى أن متاجر اضطرت لإغلاق أبوابها بسبب تراجع المبيعات هذا وحذرت وكالة مودز من إفلاس المزيد من المجالس البلدية بسبب تراكم ديون بمليارات الجنيهات الاسترلينية يأتي ذلك بعد أسبوع من أعلان مجلس بيرمينجهام التي تعد ثانية أكبر مدينة في المملكة المتحدة عن وقف جميع جوانب الإنفاق باستثناء الخدمات الأساسية وأكدت مودز أن نحو 20 مجلسا محليا على وشك أعلان تحذيرات مسبقة من الإفلاس مشيرة إلى أن مجالس المدن البريطانية تتعرض لضغوط مالية متزايدة نتيجة ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة وزيادة مطالب خدمات الرعاية الاجتماعية وألقت الوكالة أيضا باللوم على الحكومات التي خفضت تمويل السلطات المحلية في إطار حملة التقشف التي ينفذها حزب المحافظين منذ عام 2010 أظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانيين كما شنتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة أكبر من المتوقع وصلت إلى 5 من 10 بالمئة في يوليو الماضي وهو ما يمثل أكبر انخفاض هذا العام وأظهرت البيانات انخفاض مؤشرات جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد ومن بينها الخدمات والتصنيع والبناء في يوليو لما يظهر فقدان الاقتصاد البريطاني زخمه في مواجهة الزيادة الحادة في تكليف الاقتراض أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون أن بلاده ستضع العلاقات الثنائية مع روسيا على رأس الأولويات أعرب كيم خلال قمة مع رئيس روسي فلاديمير بوتين عن دعمه للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ووصفها بالحرب المقدسة زيارة نادرة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون للخارج ليس للصين الحليف الرئيسي لبيونج يانج ولكنها لروسيا التي تواجه صراعا شرسا مع الدول الغربية محوره الأزمة الأوكرانية التي ربما لن تنتهي في القريب فروسيا في أشد الحاجة إلى الأسلحة خاصة الذخيرة التي بدأت تنفد في ظل الدعم لا محدود من الغرب لأوكرانيا من حيث نوعية وكم الأسلحة التي بلغت تكليفتها عشرات المليارات منذ بدء عملياتها العسكرية ورغم التحذيرات الأمريكية المنتكررة من لقاء كيم جونج أون بالرئيس بلاديمير بوتين استقبل الرئيس الروسي الزعيم الكورية الشمالي بقاعدة فوستوشني الفضائية بأقصى الشرق الروسي حيث أعرب بوتين عن ترحيبه بزيارة كيم لروسيا في القاعدة الفضائية المتطورة أنا سعيد جدا برؤيتك والترحيب بكلمطار فوستوشني الفضائي نحن فخورون جدا بكيفية تطور هذه الصناعة بالطبع نحن بحاجة لمناقشة قضايا التعاون الاقتصادي وقضايا الإنسانية وكذلك الوضع في المنطقة لدينا كثير من القضايا التي يجب مناقشتها من جانبه أعرب زعيم كوريا الشمالية عن دعم بيونج يانج لروسيا في حربها المقدسة ضد الغرب وأن البلدين سيحاربان معا الإمبريالية حسب قوله أنا ممتن للغاية لأنكم أوليتم اهتماما خاصا لزيارتنا إلى روسيا لقد تمكن من رؤية حضر ومستقبل روسيا كقوة فضائية بأعيننا إننا نعقد اجتماعا في قلب القوة الفضائية الروسية روسيا تأخذ الآن معركة مقدسة ضد القوى المهيمين من أجل حماية سيادتها ومصالحها الأمنية لقد أعربنا باستمرار عن دعمين الكامل وغير المشروط لجميع القرارات التي اتخذها رئيس بوتين والقيادة الروسية وأريد أن أؤكد لكم ذلك سنكون دائما جنبا إلى جنب مع روسيا في الحرب ضد الإمبريالية يرافق كيم الذي توجه عن طريق البر إلى روسيا على متن قطاره المصفح وفد يشي بأن القمة ستتركز على مسائل عسكرية حيث كان من بين كبار المسؤولين العسكريين مدير إدارة صناعة الذخائر في الجيش الكوري الشمالي روسيا تسعى للوصول إلى مخزون كوريا الشمالية من قذائف المدفعية في حين تبحث بيونج يانج عن المساعدة في تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية وتحديث معداتها العسكرية التي تعود للحقبة السوبيتية وإذا تم تزويد روسيا براجمات الصواريخ وغيرها من قذائف المدفعية من كوريا الشمالية بكميات كبيرة فقد يكون في ذلك تأثير كبير على العملية العسكرية في أوكرانيا وضربة موجعة للغرب دعت الولايات المتحدة كوريا الشمالية إلى الوفاء بالتزاماتها العالمية السابقة بعدم تزويد روسيا بالأسلحة حتى لا يطول أمد الحرب في أوكرانيا ورجح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بات رايدر أن تركز مفاوضة الأسلحة بين بيونج يانج وموسكو على توريد الأسلحة لروسيا من أجل استخدامها في أوكرانيا وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قد صرح في وقت سابق أن مفاوضة الأسلحة بين بيونج يانج وموسكو تنضي على قدم وساق محذرا الزعيم الكوريا الشمالي كيم جونج أون من أن بلاده ستدفع الثمن إذا زودت روسيا بأسلحة من أجل استخدامها في أوكرانيا أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية قد أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان وذلك في تجربة صاروخية جديدة تأتي في الوقت الذي يزور فيه الزعيم كيم يونج أون روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتن أوضح تاسول أن الصاروخين الكوريين الشماليين طارا لمسافة 650 كيلو مترا لكل منهما وبدورها أكدت توكيو التجربة الصاروخية لبيونج يانج مشيرة إلى أن الصاروخين سقطوا على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يونسوك يولي تعيين شين وونشيك وزيرا جديدا للدفاع وهو برلماني ينتمي إلى الحزب الحاكم ويأتي تعيين الوزير الجديد في ظل تفاقم التوترات بين سول وبيونج يانج على خلفية التجارب الصاروخية الكورية الشمالية وتحالف كوريا الجنوبية مع كل من اليابان والولايات المتحدة يجري رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعديلات في حكومته والهيكل التنفيذي للحزب الحاكم وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانته قبل انتخابة قيادة الحزب العام القادم يعد التعديل الوزاري الجديد هو الثاني منذ تولي كيشيدا منصبه في أكتوبر من عام 2021 هذا وتنتهي ولاية كيشيدا البالغة ثلاث سنوات كرئيس للحزب الليبرالي الديمقراطية في سبتمبر من العام المقبل قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إنه تم تمديد فترة حبس عمران بتهمة تسريب أسرار الدولة لأسبوعين آخرين أودع خان في السجن منذ أوائل أغسطس الماضي بعد أن أدين في وقت سابق بتهم فساد وحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات وعلقت المحكمة العليا الحكمة الصادرة بحقه لكن أمرا سابقا بحبسه احتياطيا على ذمة قضية تسريب أسرار الدولة حال دون إطلاق صراحه أدى هطول أمطار غزيرة استمر عدة أيام إلى حدوث فيضانات عارمة في مدينة يولين جنوب غرب الصين قالت السلطات المحلية أن هطول الأمطار في عدة أماكن تجاوز الأرقام القياسية التاريخية مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيارات أرضية ومقتل عشرة أشخاص لقي ثلاثون شخصا على الأقل مصرعهم جراء حريق في مبنى سكني بعاصمة ذيتنام وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الحريق اندلعى في مبنى يتألف من تسعة توابق ويقضونه نحو 150 شخصا وأوضحت الوكالة أن من بين الضحايا أطفال وأنه تم احتواء الحريق أعلن البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة لطفولة اليونساف أن 333 مليون طفل لا يزالون يعيشون في فقر مطقع وذلك في جميع أنحاء العالم حتى البنك الدولي وليونساف دول العالم إلى إعطاء الأولوية لمكافحة فقر الأطفال واعتماد حزمة تدابير تشمل توسيع برامج الإعانات المخصصة لهم وضف البنك الدولي وليونساف في تقرير له أن فيروس كورونا أدى إلى تباطئ كبير في مكافحة الفقر بين الشباب أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة زيادة أعداد المتصلين بالإنترنت حول العالم بنحو 100 مليون شخص لترتفع نسبة المتصلين بالشبكة العنكبوتية إلى 67% وفي وقت بلغت فيه نسبة عدم المتصلين بالإنترنت نحو ثلث سكان العالم أرجع الاتحاد السبب في ذلك إلى الفقر ومحدودية الوصول إلى الكهرباء رغم التقدم التكنولوجي واعتماد الحياة اليومية للبشر حول العالم على خدمات الإنترنت والتي باتت لاغنى عنها لإنهاء الكثير من الأمور اليومية ما زال ثلث سكان العالم محرومين من الوصول إلى الشبكة العنكبوتية الاتحاد الدولي للاتصالات والتابع للأمم المتحدة أعلن زيادة أعداد المتصلين بالإنترنت حول العالم بنحو 100 مليون شخص بنسبة 67% من سكان العالم ليصبح 45 من 10 مليار شخص متصلون بالإنترنت حاليا ومع ذلك فما زال 2.6 مليار شخص آخرين محرومين من الإنترنت الاتحاد الدولي أرجع ذلك إلى الفقر والأمية ومحدودية الوصول إلى الكهرباء ما جعل الافتقر إلى المهارات الرقمية أحد أكبر التحديات التي تواجه السكان في البلدان الفقيرة إلى جانب ضعف البنية التحتية للاتصالات في بعض البلدان النامية تقارير دولية أشارت إلى اعتماد مستخدم الإنترنت على أجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تمثل حصة مهمة من نشاط الإنترنت العالمي رغم استخدامهم للأجهزة المحمولة للاتصال بالإنترنت وتصفح الشبكة العنكبوتية الاتحاد الدولي للاتصالات أكد أن الاتجاهات الحالي ليست قوية بما يكفي لضمان تحقيق هدف الاتصال العالمي الشامل والهادف بحلول عام 2030 تعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب جلسة متخصصة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني حول سبل دمج الاقتصاد غير رسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج هذا وتبحث أيضا لجنة القضية السكانية الخاصة بالمحور المجتمعي في جلستها الخاصة مسألة تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية ضمن جلستي اليوم وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية للمزيد من المتابعة معنا من مقر انعقاد الجلستين بالأكاديمية الوطنية للتدريب مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كريم كيف هي الأجواء لديك المشهد لديك في الأكاديمية الوطنية للتدريب نعم تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل منذ ظهر اليوم اجتمعت اللجنة الخاصة بالمحور المجتمعي وأيضا اللجنة الخاصة بالمحور الاقتصادي هذين هاتين جلستان متخصصتان يعني لا تمثل أو ليست مثيلة أو ليست شبيهة بالجلسات العامة هي جلسة خاصة يتم الخروج بها بتوصيات أيضا تم رفعها لي الأمان العامة ثم رفعها لي رئيس الجمهورية الجلسة الخاصة بالمحور الاقتصادي ناقشت آليات ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي عن طريق طبع بعض الأفكار التي تم طرحها من أهمها الحوافز التي ممكن أن تقدمها الحكومة للاقتصاد غير الرسمي ليتم دمجه داخل الاقتصاد الرسمي إما حوافز مادية أو حتى حوافز خاصة بالتصريح المختلفة أو حتى حوافز مختلفة متعلقة بتقنين أوضاع من يعملون بالاقتصاد غير الرسمي هذه النقطة النقطة الأخرى أيضا هي لجنة القضية السكانية وتم أيضا طرح مشروعات للقوانين وتقديم مشروعات مختلفة لدراسات متنوعة للتعامل مع القضية السكانية والتنمية السكانية إما عن طريق العمل على الحد من زيادة السكانية أو حتى الاستفادة الأمثل من أعداد السكان المختلفة القضيتان يرتبطان ببعضهم البعض في سبيل التنمية بشكل عام إما الرؤية الخاصة بالتعامل مع الأعداد والقضية السكانية وبالإضافة لذلك دمج الاقتصاد غير الرسمي وأيضا الرؤية الأخرى هي آلية تحديد زيادة السكان بشكل عام وأيضا الحوافز المختلفة لدمج الاقتصاد غير الرسمي هذان المحوران المجتمع والاقتصادي يرتبطان بشكل مباشر بالمواطن المصري خصوصا في ظل ما تحدث خلال الفترة السابقة من أيضا زيادة مشاريع ريادة الأعمال زيادة المشاريع الخاصة بالشباب أيضا توفير الفرص أو خلق الفرص الخاصة بالشباب كل هذه الفرص أو مشاريع ريادة الأعمال آليات مختلفة لدمج هذه الأفكار في الاقتصاد الرسمي مما أيضا يساعد على زيادة الانتاجية داخل دولة جمهورية مصر العربية ومما يساعد أيضا على تخفيف وتقليل الاستراد مما يقلل من الفجوة الدولارية بين الاستراد والتصدير وكل هذا يعود بالطبع بشكل مباشر على رفع بالطبع آلية التنمية بالنسبة لي المواطن المصري وأيضا نماء اقتصادي بشكل مباشر بعد تقليل هذه الفجوة بين الاستراد والتصدير إذن ملفان في منتهى الأهمية الملف الاقتصادي كريم القضايا التي يتم الاهتمام بها منذ سنوات كثيرة للغاية الجديد في مناقشة تشخيص القضية السكانية في جلسة اليوم ضمن المحور المجتمعي كريم تم وضع الرؤى المختلفة وأيضا ابتكار آليات وقوانين وبالإضافة لذلك أيضا تم الحديث عن الماضي الخاص بالتعامل مع القضايا السكانية على سبيل المثال في منتصف التسعينيات 1996 كان هناك مقترح بالتعامل مع تقليل الزيادة السكانية والحد من الزيادة السكانية عن طريق بعض المنح والدعم الذي يأتي من الخارج أو من منظمات الأمم عفوا منظمات الخاصة بالسكان والتعامل أيضا مع الأطفال والمرأة كانت هذه المنح تأتي للتعامل مع هذه القضية ولكن بعد أن توقفت بعد فترة كبيرة ارتفعت أيضا نسبة الزيادة السكانية بذلك الآليات والأفكار الجديدة لأن تطرح بوضع قوانين منظمة للسكان هذه كانت نقطة من النقاط التي تم ترحوها النقطة الأخرى أيضا ليس فقط القوانين المنظمة للسكان ولكن أيضا وضع آليات محفزة وتوعوية وأيضا بعض الدراسات التي تحدثت أو بعض الدراسات تم تقديمها بالفعل التي من الممكن أن تتعامل مع فكرة نشر الوعي والثقافة عن ممهية مميزات وعيوب الزيادة السكانية وأيضا تنظيم الأسرة في حد ذاتها كانت هذه من أهم النقاط التي تم ترحوها في هذه اللجنة أشكرك جزيل الشكر كريم بابرس مراسل التليفزيون المصري كنت معنا من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب شكرا جزيلا على هذه المطابقة أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لقطع الأشجار النادرة والمعمرة في حديقة الأسماك بزمالك وشدد المركز الإعلامي على أنه لا يمكن المساس بالنبتات والأشجار النادرة في حديقة الأسماك وأنه يجري حاليا تنفيذ خطة لصيانة وتهذيب الأشجار بالحديقة وفقا لأسلوب علمي يحافظ على طبيعتها ويضمن الاحتفاظ بالشكل والهوية التراثية للحديقة وذلك بهدف منع أي خطورة قد يشكلها نمو وتمدد فروع بعض الأشجار بالحديقة على الزائرين قام مركز المعلومات ودعم اتخذ القرار بمجلس الوزراء بتكريم عدد من طلاب الجامعات المصرية وشباب الخريجين المتميزين وذلك بعد انتهاء برنامج التدريب العملي الصيفي بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة أوضح المركز أن التدريب يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به المركز لخدمة وتنمية المجتمع وإعداد شباب قادر على الدخول والمنافسة في سوق العمل وأضاف المركز أيضا أن التدريب يساعد على تأهيل الطلاب للوصول إلى مستويات عالية في التحصيل والتفوق الدراسية إضافة إلى إكسابهم العديد من المهارات بحث المهندس طارق الملة وزير البترول وثروة معدنية مع رئيس أحد الشركات النيروجية الرائدة في مجال حلول الطاقة الخضراء مستجدات تنفيذ مشروع إنتاج الميثانول الأخضر الذي يعد الأول من نوعه في مصر وشرق الأوسط ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء وأكد الملة أن المشروعين يأتيان في إطار توجه الدولة للاقتصاد الأخضر وخطوة جديدة تضاف لجهود قطع البترول في خفض الانبعاثات وإزالة الكربون وتنفيذ مشروعات للطاقة الخضراء الصديقة للبيئة مشيرا إلى أن الشركة النيروجية تعد أحد أكبر الشركات العالمية الرائدة في مجالات الطاقة الخضراء من جانبه أبدى رئيس الشركة النيروجية اهتمامه بالاستثمار في مصر وتنفيذ مثل تلك المشروعات لتوفير منتجات كيموية خضراء عالية الجودة في ظل تزايد الطلب العالمي عليها افتتحت محافظ ضمياط منال عوض معرض أهلا مدارس الذي تنظمه الغرفة التجارية بضمياط بالاشتراك مع مدرية التموين والتجارة الداخلية سيستمر هذا المعرض لمدة شهر بمشاركة 26 عارضا ويضم كافة المستلزمات الخاصة بالمدارس من زين مدرسي لجميع المراحل الدراسية وأحذية وشنط وجميع الأدوات المكتبية تروحت نسب الخصم ما بين 10 إلى 30% أقمت محافظة بني سويف معرض أهلا مدارس بالتعاون مع بعض سلاسل المكتبات الشهيرة ومصانع وشركات القطاع الخاص يوفر المعرض المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 10 و 15% ومن 15% إلى 40% للأحذية والزي المدرسي والكتب الخارجية بخصومات تصل إلى 20% إحنا أيمين بمبادرة أن إحنا بنبيع بسعر التكلفة الكتاب الخارجي بنبيع بخصم 20% ده سعر التكلفته علينا والدولة موفرة لنا المعرض في مكان في سنتر البلد بنوفرة مجاناً ما بنتفعش أي مصرفات خالص بالكهرباء بتاعته بالفراشة بتاعته وتفرجت على حاجاتنا بصراحة حاجات حلوة مفتامة للجميع بتخفيد عن بره أكثر من 20% سواء المدارس أو الملخصات أو الشنط هنا زي ما أنتم شايفين شنط مدارس وملخصات وكشكيل ما شاء الله الأسعار في المعرض كويسة جداً ومناسبة للجميع وبنشكر مبادرة الرئيس ومبادرة محافظة بنسويف أنا جيت هنا المعرض واشتريت حاجات المدرسة وعمل له تخفيد 20% وأنا مبسوطة وفرحان في إطار تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أقمت الهيئة القطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية ندوة مع الصيادين عن مبادرة فيري نايل بقرية التل بمحافظة بنسويف تناولت الندوة أهمية الإسهام في نظافة نهر النيل من المخلفات والتوعية بمسببات تلوث نهر النيل ندوة توعيوية عن حماية نهر النيل من الملوسات البيئية وخلال الندوة التوعية تم إطلاق مبادرة فيري نايل التي تعمل على حماية نهر النيل من الملوسات وأيضا زيادة العائد المادي للصيادين من خلال أن الصياد وهو بيستعد بيقابل مخلفات في النيل اللي ممكن تعوك عملية السيد بتاعته هو إحنا بنخليه يلم المخلفات اللي بتعوكه ويديها لنا أو يديها للمسؤول المختص عن هذا الموضوع يعني وبيكون لي عائد مادي كان فيه ندوة عن التحالف وعن تحسين معاشة الصيادين للم الكمامة والحاجات المخلفات اللي هي في نهر النيل لأن نهر النيل الحمد لله صروة قومية يجب الكل يحافظ عليها من نحية دهيتي أنها زي ما قلت صروة قومية والنظافة بتعم على الصياد أي مخلفات بلاستيك أو أحزية أو أي حاجة مرمية بيأخذها الصياد وهتدوزن وهتبأ من داخله هذا وقت ضمنت القافلة توزيع كاراتين مواد غذائية وعلب حلوى على الأسر الأولى بالرعاية من خلال متطوعي التحالف يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر ترجمة نانسي قنقر تستكمل مؤسسة حياة كريمة مبادرة تدريب طلاب الجامعات في إطار برنامج فاليو ولليوم الثاني تستمر ورش العمل والدورات التدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب ويستهدف التركيز على مهارات اكتشاف الذات والتعامل مع الآخرين مع وضع خطط مستقبلية للوصول للأهداف البرنامج بيكون على مدى ثلاثة أيام كتدريب فعلي من خلال ورش عمل تفاعلية للشباب الجامعات المصرية من مختلف المحافظات ومختلف التخصصات ومختلفة المعرفة نفسها لأن كل واحد فيهم بيضيف لنفسه معرفة تانية وده اللي بنعمله فرش العمل الداخلية يوعد الأحيان بنضربهم على المستقبل فبيأخذوا سيبر سيكوريتي وأبني معلومات وعندهم قوير جدا من هم يعرفوا تيكمولوجيا المعلومات لأنه ده بقت المستقبل إذا كان الصناعي وتأثيره على الحياة القادمة على العالم كله مش على مستقبل مصر بس فده بيكون مهم جدا نحن نوصل لهم جزء ده جزء تاني بنوصل لهم هم الجهازيات والسوق العمل لأنه هو طالب جامعة فهو محتاج أنه لما يطلع سوق العمل يعرف يشتغل إزاي النهاردة كانت عن الوعي الزيتي وتعلمنا في حاجات كتير يعني أنه إحنا إزاي نطور نفسنا إزاتيا ونشتغل على ده والتعامل مع الناس وإزاي الناس يتعامل معنا وهكذا هو أنا هخرج أن أنا مستفاد هعرف كده هعرف حد تزيدي أكتر زيتي أكتر وحدد خططي وأشوف النقطة الضعفة أشتغل عليها وأشوف كدراتي وأشتغل على الحاجة اللي أنا ضعيف فيها مثلا والحاجة اللي أنا أعرف وكان القائمون على برنامج فاليو التدريبي قد استقبلوا دفعة جديدة من طلاب الجامعات لبدء عمليات التدريب يمتد هذا التدريب لخمسة أيام في إطار اهتمام مؤسسات الدولة بالشباب من خلال التوعية بقيم التطوع والمواطنة دفعة جديدة يستقبلها القائمون على برنامج فاليو التدريبي والذي يجرى بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمبادرة الرئاسية حياة كريمة الدفعة الجديدة من طلاب الجامعات ستتلقى تدريبا يستمر خمسة أيام على المهارات الحياتية والزيارات الميدانية بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في المجالات المختلفة نستقبل حوالية 300 طالب في الدفعة الجديدة النهاردة والطلاب بندربهم على المهارات الحياتية ومهارات الذكاء الاصطناعي والتنمية البشرية وكتاب تستيرات ذاتية مش كده وبس إحنا كمان يعني بناخد أفكارهم واقترحاتهم علشان يشاركوا في المبادرات في تطوير قرى الريف المصري كان أكتر حاجة حرسين عليها طبعا التعريف بالبرنامج واللي هم جايين يدرسوه في البرنامج وفي نفس الوقت أن فكرة البرنامج أو كلمة value هي مش معناها الحاجات اللي هم هتحصلوا عليها أو المعارف لا الvalue هم الأشخاص ذات نفسهم أو هم كشباب هم الvalue بتاع البلد وهم دول القيمة الحقيقية اللي احنا بنحاول نوصلها البرنامج يشمل تقديم ورش عمل وعروض ومسابقات بمشاركة الطلاب إلى جانب مناقشات وتجميع أفكار ومقترحات الطلاب حول مختلف المبادرات على أن تقوم مبادرة حياة كريمة باختيار أفضل المبادرات التي تم العمل عليها لتطبق بشكل فعلي داخل قرى المبادرة يعني لازم أستفاد من المبادرة زي دين من الرئاسة يعني وكده وأننا هتعلم فيها حاجات كتير وبدأنا النور دو نحن نتعلم سيبر سيكورتي تمام دي حاجة مهمة جدا في مجال الـ IT ويمكن أهم شغلنا دلوقتي في العالم كل وهم حاجة عشان دايماً أي حد حاب أنه يأمن أي حاجة لي بس وبدأ بكل يوم نحن نتعلم حاجات أكتر وأكتر وأكتر ويعني فرحان أن نحن يهتموا بالشباب شوية اللي ممكن أستفيده من البرنامج أن أنا بعرف معلمات كتير عن المشروعات اللي البلد بتقوم بها دلوقتي حاجاتنا ما كانتش عندي وجهة نظر لها فجاي هنا أستكشف الكلام ده المرنامج كويس جداً بيتكلم على نقطة معاينة كتير اللي هو مثلاً اللي هو تنمية بشرية للشخص في الأيام اللي إحنا نقضي فيها اللي هو ثلاثة أيام ويوم زيارة مدانية ويوم زيارة عسكرية ثلاثة أيام عموماً بقى نعرف عن وننمي مهاراتنا ونحاول نشوف أفكار جديدة دي فرصة ما تتعوضش ثانياً أنا جاي أستفيد بالمبادرة اللي بتقدمها الدولة لنا كشباب صغير لسه في السن بيقدم في الأعمال شبابية حابة يستفيد منها إحنا لسه أول يوم لنا هنا بس إحنا بنأمل إن إحنا يبقى عندنا فرصة أكبر إن إحنا نعرف عن البرنامج وعن المبادرة إن شاء الله حاجة ما كنتش أتوقعها ودي فرصة منحة لنا فخامة الرئيسة عن فتاحة سيسي للشباب اللي زينا وطبعاً كل واحد مننا ليه حلم وأنا بالنسبة لي يعني فاليو دي ببداية لتحقيق الحلم اللي أنا بتمنى بقى لي سنين يعني أنا من محافظة الفيوم فحياة كريمة موجودة بكوة عندنا في المحافظة بقالها سنتين تقريباً فعمل تغيير شامل وهنا بالنسبة للتحق بفاليو يعني تجربة جديدة ومعلومات جديدة برضو والناس جديدة بنتعرف عليها برنامج فاليو يأتي في إطار اهتمام مؤسسة الدولة بالشباب من خلال التوعية بالقيم التطوع والمواطنة إلى جانب العمل على تدريب طلاب الجامعات على المهارات الأساسية ومنها التواصل الفعال والذكاء الاصطناعي بهدف تأهيلهم للعمل والقيادة جرمين إبراهيم التلفزيون المصري خطة متكاملة تسير الدولة وفقاً لها لتحقيق العديد من المستهدفات الوطنية وأهمها تنمية الإنسان عبر مؤسسة حياة كريمة مستهدفات تتحقق من خلال عدة مبادرات تتبنىها الدولة ومن بينها مبادرة انت الحياة التي انطلقت فعالياتها بمحافظة الإسكندرية مراحل متعددة ضمن خطة متكاملة تنتهجها مؤسسة حياة كريمة تهدف لنهوض وتنمية الإنسان تنمية تأتي من خلال مبادرات مجتمعية متنوعة ومنها مبادرة انت الحياة التي توفر قوافل طبية وخدمات أساسية ومحو للأمية وورش تعليمية وتثقيفية وفنية تطال كل فئات المجتمع والله الحياة احنا بنقدم خدمتين الخدمة الأولانية الامتحان الفوري بدأها على مدار الأسبوع كله من يوم السبت لحد يوم الجمعة ان شاء الله وكمان بنقدم خدمة الاستكتاب الامتحان بيبقى الأشخاص اللي بيجيدوا القراءة والكتابة بيدخلوا يعملوا الامتحان وبعد كده بعد ما يخلص الامتحان بنعملوا الاستكتاب اللي انقلت لحضرتك عليه باعتبار انه بعد ما يخلص يبقى ده استكمال لعملية استخراج الشهادة على طول والله يساعد ما جينا استكبال مية مية والناس محترمة دخلونا جواه ودونا ورع الامتحان وكل حاجة مستهلين معانا وعملين احلى واجب صراحة احنا هنا في محافظة اسكندرية مبادرة حياة كريمة مبادرة اتكلم هنسمعك لدعم الصحة النفسية احنا هنا بنساعد أولياء الأمور انهم يفهموا الترباط الموجودة عند أبلادهم سواء توحد فرط حركة مشاكل في اللغة انا جاي اكشف على بتي اللسانة تقيل وكده جاي اكشف عليها وانا الناس كويسة الورش التفقيفية والتعليمية ترتكز بشكل اساسي على التوعية بالسلوكيات الاجتماعية وارشادات صحية وقوافلة طبية تخص تنمية الاسرة بشكل عام وحماية الاطفال والنساء بشكل خاص ومنها الصحة النفسية وآليات التعامل مع الاطفال وذوي الهمم بالاضافة الى عدد من الخدمات من استخراج لبطاقات الرقم القومي وكشف طبي مجاني نعمل بطاقة رقم قومي للمرأة بس طبعا مجلس قومي للمرأة في المبادرة كلنا واحد وسورنا النهاردة 129 بطاقة احنا بنقدمهم كل فرص متاحة لتسهيل العلم للتعليم لأي حد عايز يتعلم احنا بنحن نفصول على مدار 24 ساعة احنا بنشتغل في بيوتنا يعني احنا بالنهار شغلين في الإدارة وبالليل بنشتغل في بيوتنا للي عايز يتعلم احنا هنا مدارسة رابعة العدوية في محافظة الإسكندرية احنا هنا بنطلعوا كرني خدمات الأعاقة الكرني ده بيفيد المستفيد في الكشف المجاني وتخفيد في المواصلات في الحياة العامة عموما يعني لو فيه مثلا عمليات أو أي حاجة بتخفيد عليها تستمر المبادرة في هذه المرحلة لمدة خمسة أيام بمحافظة الإسكندرية وتهدف في الأساس لتقديم التوعية بكل مستوياتها وأنواعها لمختلف الفئات من المرأة والشباب والأطفال وكبار الصن يستكمل قطار مؤسسة حياة كريمة مبادرة أنت الحياة التي تعمل على توعية المواطنين وتأهيلهم فكريا واجتماعيا وفقافيا ضمن مجهودات الدولة لبناء الإنسان والارتقاء بحياته في شتى المجالات كريم بيبرس التلفزيون المصري يستعد المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة لخوض مباراة هام أمام شقيقه الجزائري في السابع مساء في نهاي بطولة أفريقيا وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى المباراة النهائية بفوزه على نظيره الكاميروني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد بينما تأهل المنتخب الجزائري على حساب شقيقه الليبي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين ليتأهل مع منتخب مصر لبطولة كأس العالم وصلنا إلى ختام ما نشرت الثالثة على شاشة التلفزيون المصري وليتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدة الإنسانية للأشقاء في ليبيا مع تواصل عمليات البحث عن آلاف المفقودين الشرق الليبي يشهد عمليات نزوح كبيرة والضحايا يتجاوزون 5300 حالة وفاة باستثمارات تبلغ مليار دولار مدبولي وافق على إقامة مجمع صنعي متكامل لإنتاج مسطحات الصلب بهدف تعميق التصنيع المحلي والتصدير للخارج وبختم العنوين أصل معكم لختم نصرة الثالثة تحية لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة